مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من حصتكم صارح جدا موضوعنا اليوم رح يكون حول مفهوم الرجولة عند الشباب الجزائري تابعونا رحوا نشوفوا التصريحات كيفاش كانت موضوعنا اليوم عن الرجولة الرجولة هذه تعطي لك عدة تجارب الرجولة هذه شغل كدة تجربات بيين لك بل لهذا إنسان باين عنده كما نحكي لك قلت لك الرجولة معناها تبين لك المواقف بزاف نقدر أن نشد معك ساعا نفهمك على الرجولة بلك ما تفهماش يسرع قدامك موقف الجسد الرجولة بمعنى كلمة الرجولة ما هيش كما نقوله احنا أقوان ونجيب لك مقالات ونحكي لك على الرجول الرجولة راح بصفة خاصة هي أفعال الرجول ما هيش في المواقع قادر تشوف المواقع إنسان يكون كماك طالق روحه بصحف الصح ما كينواله الموقف هذا الوقت يبان يبان في الشدائد يبان في الأحزان يبان فيه أما كتعود نتايا عندك الدراهم وعندك الوظيفة نتاعك هذا كيوقف معك ما هيش قضية وقفة على الرجالة الوقفة على الرجالة يبان معك كتعود نتايا في الإبتلاءات وتعود في المواقف اللي صح تتطلب أنه ينوض معك واحد يقول لك أنا نهنيران أنا زعيم ما بقعت شنية ذوكا واحد راح يقدع صاحبه معناته ما كانش رجوله الرجل شوف الرجل راح يتفرق على اثنين يتفرق على ذكر ورجل رجل بالمواقف بالهدات اللي ديرهم مش كما الغر والي زعمل يخزر فيه مصلحة فقط كان بعض الناس لما يكونوا يستعملون المواقع التواصل الاجتماعي في شتى المواقع يكتبون بعض المنشورات ولكن أثناء حضورهم يقلبون الصفحة هل ترى بسؤال المطروح هل هذه هو معنى الرجولة أم هذا نفاق والله الرجولة دائما مفهومة نرجع دائما المفهوم الشرعي الرجولة هي التعليب للأخلاق بالقيم المبادئ اتباع خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب كما وصلني هذه الرجولة أما الآن ما نظن رجولة كائنا نظن كائن ذكورها الرجل لازم توقف معاه ذراع بذراع هذه تحتاجوا يلقاك يحتاجوا يلقاك ما كاش حاجة أخضاء فرقاعتين الهدات الكبار لازم أنا أذكر الهدات مكاني أذكر الهدات العبوياتنا الكبار الرجولة شيء يكتسب ولا يعطى حتى في القرآن الكريم عندما الله ذكر الرجولة على رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إنما الرجولة هي شيء يكتسب في طاعة الله في قربك من الله تعالى كما نعلم أن المنطلق من الله هو العودة إلى الله الرجولة هي أن تقول كلمة الحق الرجولة هي تلك الكلمة التي تكبر كما يكبر الإنسان لا يمكن أن تكون هناك مواقف حقيقية مواقف تصل بالإنسان إلى الإنسانية ما لم تكبر معه الرجولة نحن في مواقف كثيراً من مواقف نحن فيها مثلاً العامل فات تقول سرالي حادث مرور في 2022 سرالي حادث مرور كعيات من آل وآل 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 نحن لا أمن نيش كامل نعيات نعيات تقول هذا الإنسان كان هو ذراعي لأيمن فهمتها؟ تقول عيات عيات ما كينوالو واحد معك صاحبك وحبيبك كي عطي حتى ترفدي وبعد كي عطي حتى ترفدي وبعد كي عطي حتى يرفدي هذي قاة ميرفدكس هذي قاسي بريميالي مراسي موس رازح ذكي كما إحنا راح تمعشي وخاتع بكري قاعدتنا الريحة التاحة بارك ذكية راي تمشي ماشي كما بكري كانت النية كانت الحياة خضر الله يبارك كانت الرزق من عد ربي كلش متراح ما كانش ذكي ذكتع النية تنوفيق ولا ما كانش حتى وكاين بالصح حاجة قليلة الرجلة هي طاعة الوالدين وصلات اكفاعم ورجال برجال ورجال بالله اي واحد اي شبي بس رات له مواقف كان واحد يخزر فيه صديق وديره أخ واصرالوا معه مشكل مشكل هذك من واش من انه سيد هذك موش راجل تشقول هذك ديره ديره صديق ديره أخ وديره منا وكلش منا ومبعد يقدروا في التالي يقدروا الرجلة نخزر فيها مواقف بس هنخزر في الرجل وراح تبكت الرجل لازم يقول لك رجال ولا تلهم تجارات والبيل عن ذكر الله انا مكاين لأوله احنا احنا يضرب عباس يروخ ويطور لك في شوارع ما كانش قايتين ويبدأ يختب لك ويبدأ يلعب لك الرجل فيسبوك مواقع تواصل الاجتماع يختب ويمنشر ويتهديد ولا تشوفوا عادي هذي الطفلة هذي يلعبها رجل هذي ماش رجل هذي رويجل شعب الجزائري كامل أصلاً متمكن عنده الرجولة الرجال هم الذين يتلون القرآن رجال هم الذين يقيمون الليل تتمثل رجولة هكذا اما الرجولة اليوم فاننا نراها رجولة عبارة عن شهامة قوة رجولة لا تعني قوة فرسو عليه الصلاة والسلام كان رجل ولم يكن عنفياً الرجولة هي اخي كريم هي اول حاجة انك تكون متحلي بدينك واخلاقك ومعاملاتك هو تواضعك بين الناس هذي هو الرجولك و جيتنا على المنكر ما تقدرش يعني هالله قالب ولا الإيمان قبل قلب وخلاص بالمواقف دخلنا في المواقف هكا مشاجرات وهذه الأمور ولكن دائما تبقى ويجتافها في المجتمع صار المجتمع والله يتافم صراحة أنا صراحة اللي لقطات أنا أنا قدش من واحد عونتوا صحابي كعود طيحها به وبعدها كتح بي أنا يقول ياه ما عنديش ما لبقى صحاب عني قل قصرته عرفوا باللي عدوا فانتني مش موقف هذا صحابي باينة ابنادم كي طيح فيه موقف سيئ يستعين بربي فهمتها وتعرف الرجال الرجال كينين بزاة بصح كينة رجال من الرجال رجال كم يقول لك رجال برجال ورجال بالله لو نحكو على العلاقات اللي بين الشباب أو العلاقات بين الأفراد اللي رهم يقولوا أنا عندي الرجولة زايدة وكل شو بك أنا راجل ونصو هذي تكون في المواقف أكثر من الكلام لأن الكلام راك كامل نقدر نهضروا كامل نقولوا باللي إحنا يراني نقدروا ونديروا ونخذ أخياني شوف فيها مواقف أخوك وأشوف بعض المرات تقى خوك أصلا صاحبك خير من خوك والله ممكن تحكيلو حويس طراتلك ما تحكيياش الخوك تايي متصابش بيش تحكييالو هذه هي منها أن تولد لك رجل وصديق واخ في نفس الوقت هذه هي